شارك وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني في حفل تدشين الدوحة عاصمة للسياحة العربية 2023 الذي أعلنته الليلة المنظمة العربية للسياحة في الحي الثقافي كتارة بالعاصمة القطرية الدوحة بالتزامن مع يوم السياحة العربية 25 فبراير شهد الحفل الذي حضره رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطرية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني مراسيم تسليم مفتاح عاصمة السياحة العربية إلى رئيس قطر للسياحة السيد أبكر الباكر من قبل المنظمة العربية للسياحة وهنأ الوزير الأرياني في تصريح صحفي القيادة والشعب القطري بهذه المناسبة التي تاتي كاستحقاق بعد النجاح الباهر الذي حققته قطر في بطولة كأس العالم والحركة السياحية النشطة التي رافقت البطولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة